نروح للقاريدو محمد قاسي السعيد الذي يريد أن ينسى ما يحدث في كأس الكاف وقال أطلب من جميع العناصر أنها تركز الآن على البطولة لكي ننهي البطولة بقوة عندهم مباريات متأخرة بعد الإقصاء في كأس الجمهورية وأيضا أنه قضية الكاف هذه التي أخذت أبعاد أخرى في انتظار قرار الطاص هل تعتقد بأنه حتى الفريق أصبح من ناحية البسيكولوجية متأثر بالذي حدث أنت تكون حامل اللقب فوست بكأس الكاف وفوست على الأهل المصري في السوبر كوب تلقى روحك خرجت خارج البيسات يعني مش مش لعبت اللقاء وخسرته كل هذا ممكن يأثر على اللعبين كي تكون أنت حامل اللقب أولا ليس ما مايش خارجة من كأس الكاف الطاص مازا ما ردش الجواب بتاعه نهاري رد الجواب بتاعه في صالح الاتحاد العاصمة حتى لو تلعب بكأس نهائي الكأس رح يتعاود ضد دمي فينال هذه حاجة لهم قال يدون لأنه قرارات الطاص لا تطعام أردوان نقول لك حاجة أنت تعرفها وأنا عشتها أنت تعرفها وأنا عشتها قال تعرفوها القبة حديث القبة ماتي حاد الحراش البطولة حبست في شارجوان إحنا درنا شكوها للطاص تعالجزائر قال لكم عندكم مش حق ماتي حاد الحراش قلنا لهم أوكي ماشي مشكلة عاودنا مشينا للطاص تعالوزان ماتي حتى أردونا الخبر ردوان تقريبا في أوكتوبر دي بي نوفم يعني كانت بطولتنا تقريبا عشر مقابلات كانوا ست جوالات نحن نحن نخلنا في الجولة حداش لأنوا كان فيه شد ومد نحن نقلنا في الجولة حداش ويقد قد اصدر القرار كنت كندي typically نحن نخل في الجولة الحداش نعم كأن المقابلات يعملت على الاحتحادية أنا نحن نأت له أني يقول مقابلات أنا في المقابلات مقابلات نعم أنا في الأ MAS تقول لي Okay هنالك لم تتبعوا من ال أي pleasant ونقر بغف، ّكOk نعم لحن لم تفسدوا어야 المقابلات انتم هم اللي فسدوا احنا في حقنا وما حبونا حيونا حقنا ولكن لما قال طاس القبة ترجع ولا تسبعتاشر ما كحتى كلب لو كان في حد ياما قبلتش وش حيصر راح يعاقبه وش كون الانتخب الوطني دينا او الانبيا اللي تلعب الكووس القرية صح هنا يا دونك الطاس ما زمرش الخبر ديالو الولي القاريد قاريدو منحقه اليوم وشو من طريق تعوره هو يعاني من ناحية المعنويات واحد يقول وراح تولي وتلعبو وواحد يقول وش تلعبو عندك ثلث مقابلات متأخرة هركز لانه لان المراتب اللي تخليك تتأهل الكووس القرية رهي بدأت تتزير شوية معلو شباب الوزادي الحق بالمرتبة التانية قسنطينة اللي عندها مقابلة متأخرة نظر باللي لازم يركزوا الاتحاد نعم نروحوا للعمراني علي بن شيخ وما قاله حول مشروع فريق شباب قسنطينة فتح النار وقال علينا في قسنطينة أن ندخل باحترافية وأن نبني الفريق على مشروع قال احنا المشكلة تعنا في السياسي أنه كل موسم نحاوزه 16 نجيبه 15 نحاوزه 20 أو نحاوزه 13 نجيبه 17 قال لك يعني وهذا حقيقة حادي حقيقة لو تشوف العم نفات الفريق لعب كأس إفريقيا واحتل المرتبة التانية لكنه غادر تقريبا أكثر من نصف التعداد غادر الفريق وجدت 13 و14 نعب هو ربما يريد أن يدق ناقص الخطر من الآن على أحسن العناصر المتواجدة الآن في السياسي والذي يرام في نهاية عقدهم لماذا يتم تجديد لهذا العناصر الركائز على الفريق على الأقل الموسم القادم تزيد طعامهم بثنين ثلاثة أربعة ملاح أحسن من أنك تحاوز أو يروحه لك 13 وتعاوز تزيد جيب 16 يروحي يروحي الله يروحي 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 باكو عارفين باكو المفيد أنا أظن عمراني وشا يقول كلام صواب أو يقول كلام صحيح السياسي اللي داني رزاني شاك فوا يدير ويكيب ملاحة تلعب كورت القادم هم بعد نحية كيمارك تقول ما شعب 14 وتجيب 13 وجنسي باش حالك هذا هذا شي خطير على الكلب ولكن أنا هنا يدالي من يروحي 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 سيبورتورة السياسي المحبي أنت على الصح اللي تعبوا ويسفروا مع هذا الفريق كونوا مع مع المدرب عمراني وصطاف ديالو كلام اللي رأوا يقول في مصلحة سياسي هل رأكم سيبورتور صح؟ أمشيوا مع عمراني وتحتموا على ديركسون ما تليبيريوش لي جوار ممكن واحد جنين يكونوا ما ممشي نعبوا كثير ولكن ما تخليوا عمراني لدي سيدي مع راحيم هم يدي سيدي ولا يلحيم إكس ولا إيقرق وهو ما يقول لك جيب لي فلان ولا فلان بشر روفورسي بس سياسي تزيد تطلع بس سياسي تنجم تلعب عن جرعية على التيت وتنجم تلعب تروح بعيد بسكو هذا الفيلم هذا نحية 13 جيب 14 ما عبر كون أسعى أنا على هني ندير نيدال لسيبورتور بسكو لسيبورتور هم فاهمين اللعب ولا راكم فاهمين وتحبوا الفارق ما تقبلوش الشي هذا يتغير ولد عادة مشي إلا في سياسي فقالك لا بيديروا هات سيدي ما هدي تعييره حول نا قالك لا صح قالك لا بني قولك لا لا كان سيار بي ما داروهاش سيار بي نو سيار بي نو يعني فيه استابيليتي سحال تصفيدوك ربعة سمين خمس سلاوات خمس سلاوات فيه استابيليتي صح جابوا سكو الكو جوار وكذا وهلو وليبيرا وراحوا كيمة دراوي كيمة سعيود كيمة سعيود راح لنا عملي فاتنا جابوا دوتر ما موش عليه تغلط فيه واحد ولا اكس مي مي لوساتور لما جوليتي دي جوار قعدت قعدت هدا والموسكل بسكو كي تكون وليبيرا واربعتاش كيمة السياسي اربعتاش تبان بليزي تجيب اربعتاش كي يجيب ستاش ولي هدا الكلوب اللي نحي بعتاش غالط وليسي بورتر هنا علاش كلك لسي بورتر جنسي سير صح بس كباش يفهم ممليح المي صاح ما تقبلوش اي اي كلوب مش غير سياسي ما يروحوش اربعتاش وعمراني وجمعتورة هم على تريق صوب حبيت زي تطلع زي طلع الدرجة الفوق انيا ما تليبيريش خويا ليسي عمراني هو يمد ممكن يتنحو ايكس ايجر ويعرف وش عنده في الكراب بالسياسي باللعب هيتلعم مليح اي اخي واش تحبو تزيد يلعبو كورا جميل يلعبو كورا جميل هدوك الاصطابيليتي هديك تعصطاف لجوار وكذا وتزيد ممكن ترنفورسيهم كالكولزا جنسي هو يعرف اللي كيف خير مني باش تزيد تلعب على برمير هذا هو الفوتبول همين ربما لاحب يضيف شي باش نروح لأكريبيا عبك لازم في قاعدة كان قاعدة في كرة قادم سيبا مرمال تحوي 16 جوار ولا 17 صوفي للاعب تعالى الهبطاء ولينا صح اليوم شباب قصدنا اروا يقوم في موسم لباس به اليوم اروا في مركز ثالت نقص مباراتين مبارا انا اقول المدربين عاملوا في عام لباس به انت باش تدير مشروع وتكون عندك سياسة في الفارق مشي كل موسمة تحويز لعبين انا نظن هذه ما كاش في كرة قادمة وليك حيب تبني فارق لازم تتخلي الوساطر ديالك لازم تجيب تلك لعبين والأربعة لعبين اللي مخصوصين في المناصب اللي يكون عندك مونك دونك ما كاش منها هدية في كرة قادمة تحويز 13 لعب غير ولا يدخلوا أمورات وحد وخرين باش الناس تبزنز عاما رحوا 13 موسيديو بريكو لاجها دايا نعم تفضل موسيديو بريكو لاجها دايا نعم انا راني قال كلمة امورتونت نسيت باش نادر عليها قال مكاش بروجيت سبورتيف صح قال مكاش بقسمتين صح صح مكاش بروجيت سبورتيف نورمال مو مينموم بروجيت سبورتيف نسيرس حطوه سير تروازن باش تفيزي تدي شمبيونة وتدي ممكن شمبيونس ليل أو كوب دولا كاف ولكوب دالجيري وهدو ما لازم مينموم بروجيت سبورتيف على ثلث سنوات وثلث سنوات يقعد البرزيدو عراما عراما اللي هو كان فوتبالر يعرف عن شي هذا ويقعد مع السطاف راحيم وجمعته عمراني وجمعته ويتكلموا علىها ستلت سنين ويلازم تلحق سياسي ويتفاهموا على هاتش ويمشوا في هات طريق هذا هو عنده حق فيدوروت فيدوروت بروجيت سيصا عنده الحق وشوي تكلم في نفس السياق وفاق سطيف عرف أيضا تعيين عبد الكريم بير ومحمد قاسي السعيد على رأس النادي تقريبا هو سيكون الرجل الأول صاحب القرارات في هذا الفريق كيف ترى هذا التعيين وهل ترى أنه بعد ربما الانتقادات لهذا التعيين على رأس النادي هل بيرا سيعمل في محيط هادئ وبإمكانه تطبيق برنامجه أم سيجد صعوبات كالعادة في الفرق الجزائرية هذه هي موجود صعوبات علش الانتقادات فيها فيها أردوان لقد نجيب لهم سطفليات بمشافة تجيب انتقدوها اليوم الملك تعلق الفريق واسوني القاز نعم هو خير سيعمل الكريم بيرا اللي نحترمه كثير نحترمه أول نقول لك نبكر لك نولي شي يالوار أردوان لما حطوه مدير المنتخبات الوطنية ولا تذكر وقالوا عندك دروة دروة قاعف لزيكيب ناسونال إلا الفريق الأول الأول تنكر ما المنشافه إلى ديميسيوني هذا يحسب عليه لما تكون مدير منتخب وطني يحسب له وليس يحسب له لما تكون مدير منتخبات الوطنية تحكم قاعفهم قالوا ما تحكم المنتخب الوطني الأول دروة قالوا مقاع الأخير اليوم بيرا عارفوه يعني إنسان كان مدرب عنده كفاءة درب عدة أندية في الجزائر درب خارج الجزائر كان محلل في قناة بي سبور أنا أقول هذا هو الخيار الأنسب لوفاق سطيف نعم أمين هل تعتقد بيرا رغم الانتقادات البعض يقول ليس ابن مدينة سطيف البعض الآخر يقول هو مدرب وليس مسير البعض يعتبر بأنه سوف يجد مكانه مع عبد كريم بيرا لأنه عبد كريم بيرا ما كانش مكلة ما كانش يعني أكين يحبوا المكلة كي بيعو كي يدو سطاش يجيب سطاش عمالو كاشعشاء عمالو كاشعشاء عمالو يدلهم عشاء يعني يدلهم عشاء أول أنهني بيرا على المنصب هدايا قل بتوفيق إن شاء الله وكل شيء مبروك بيرا كما نعرفه أنا نقول باللي إنسان خالق وإنسان عنده شخصية يمشي بشخصيته وثاني أنا نقول باللي نقول مدرب كبير راح ختم في ألمانيا أو لا مدرب كي نحكو على الجزائر باركور أنا نقول باللي مدرب محترم ويعرف كرة قادم ورجل تع ميدان وسط فهدية ما تحت واحد واحد ما خلها لبابه كيما ندو كان هنا أنا نسكن في جزائر الوسطى نقدر زعم إيقزون بطيت لك سماء دوكان نحن نحكم معباليش أنا مستغنم ولا نحن جهة وهرا ولا تقول لا لما تجيب لنها هدايا بسكو هذا ما شيء من المنطقة فرق أبناء شعب واحد بسكو حنايا لازم الناس تحتارم الناس متحضرش وليد الفارق أنا شوفه في الفيرق الكبارة سيفري دوك لاحكو نحن نقول ضد اللاعبين سابقين وكوانتنا سطيف على بنا عندهم لعبين بلك لاعبين هذو لم يحبوش يجو الوفاق سطيف لا كان يرم بلك كان يجربوهم وما كانوا موفقين في العمل تحهم لذلك لازم الناس هذا الإنسان هذا لازم يعاونه في سطيف نظن بلي بيرا إنسان محترم وإنسان خلوق وإنسان اليوم أنا نعلم بلي يحي مدافع في فاق سطيف ونتمنا نقول نجح بس كما نقدم وش نحكم على واحد ما زال مبدأش خليوها يعمل نهار ولو وفق وربي وكان وكان تكون وحسب في الأخير ولم ننجح قال خويا ما ننجح أنتايا ما تمرتيش تكون كريم بيرا نقول المبروك عليه ونحي لأن إنسان محترم ووجب على كل واحد يحترم وليخطاش هو يحترم الناس ودير قدر لرح في هذا الباب نحترم هنا هذه وحده تاني الناس غلطة بيرا ما جاش كمدرب بيرا جاكا منجرجين يراح مقاع الفريق هو لي رح يدي سيدي الفريق كما كان في أرسنا هو اللي راح يدي المدربين هو اللي راح يشوف الديتي هوا اللي راح يدي الفريق عنده غرقة طريق عنده غدوة هو يتحسب معهم دكتور ديبوم ماشي في عام ممكن في ثلث سنوات ولكن في كأن تكون محاسبة في نهاية المشروع لا في المستوى يزيد ويشوي لأن عندهم قمم دي جن لي سيتم مناجر اللي راح يتحكم قاع الفريق ماشي مدرب راح يدرب سطيف بتات الناس غالطة ما وش راح يدير مدرب راح يدير ماناجر نعم نعم رضو سمعت صريح ديالو سمحلي سقساوا قالوا لأسكو راح تدخل روحك في المدرب شوف إنسان يحترم نفسه قالوا مجمو يدخل روحي هنا في المدرب قالوا مانا من يدخلوا في الأعمال تاعي وشنو تكون عندي درواز روحك وعند خبرة ثانية عجبني هذه الصريحة كثير نعم محمد قاسي سعيد نختمه معك بلا تزيني وضحها في تسريحه لقناة الهدف الحادثة التي أثرت كثير من اللغط حول داخل أرضية الميدان وزيت لها دوزين بال نعم اللي عاود أرجحها للميدان هو حشود ولي عاود أرجحها أظن بلا الكلام يتكلم فيه يعني يتكلم من القلب وإش لعب اللي كان يتري شي قالك أنا مملي غارديان توعي مدرناش كامل الحوار قالك لي غارديان تعو رح نشوف لي ماتش كامل واندربت قالك نقول ما منكونوا ربحين ما تضيعليش الوقت وانتطيح وانت مكش مبليسي قالك أنا ضد هات لانتيج ما نحب كورت القدم نضيفها قالك أنا شو با كالك اللي نرمي دوزين بالو لانتيج في الكورت القدم كان لعب باير مينيك حبي ضيع الوقت ردو بوبلوك حبي ضيع الوقت ومعد خرجوه تلقى وهدف التعادل عنده الحق وشي يتكلم بيلال كان المنطق لما تشوف الكورة شفنا بيلال لما رجع الكورة لالعب تلقابيل الكورة الاخرى كانت أرماها حشود لهذا نقول بلوش كان يتكلم بيلال عنده الحق ولكن في التامس أيضا كما كان قال آمين ما دلوش من المكان ديال الأصلي على كل حال